موسيقى أسعد الله وقاتكم أعزائي المشاهدين حديث الصحافة وحلقة جديدة أهلا بكم البداية مع صحيفة التليغراف وافتتاحية بعنوان الحرب الطويلة ضد الإرهاب حيث تستهل الصحيفة افتتاحيتها بالقول ليس من السهل تحديد وقت بدء هجمات الإرهاب الإسلامي على أهداف غربية قد تكون البداية الهجوم على مترو باريس عام 1995 أو الهجوم على سفرات واشنطن في كينيا وتنزانيا عام 1998 لكن الأكيد أن الحرب طويلة وتستمر فترة أطول من الحربين العالميتين معا وتتابع الصحيفة الهجمات في بروكسل تذكرنا أن لا نهاية قريبة تلوح في الأفق وختمت الصحيفة افتتاحيتها بالقول أن هجمات بروكسل تلفت الانتباه لأن أجزاء العالم متصلة ببعضها البعض حيث يتنقل الأشخاص والأفكار بنفس السهولة سواء كان هناك اتحاد أو لم يكن وبالتالي ليس هناك مبرر لاستخدام هذه الهجمات لدعم فكرة الخروج من الاتحاد الأوروبي أو العكس وبالانتقال أعزائي المشاهدين إلى صفحة الرأي في صحيفة التايمز كتب روجر بويز مقالا بعنوان الإرهابيون ملأوا الفراغ الذي تركه أوباما يقول الكاتب أن عودة الجهاديين الذين تدربوا على صنع القنابل في معسكرات من الحرب السورية إلى أوروبا ينظر إليهم من قبل الولايات المتحدة على أنه فشل أوروبا في منع عودتهم من شمال إفريقيا والشرق الأوسط ويتابع قائلا لكن الولايات المتحدة ليست محصنة من هجمات كهذه ولا هي خالية من المسئولية فانسحابها من هذه المناطق المضطربة هو الذي شجع الجهاد وكذلك شجعه اعتقاد أوباما أن بإمكان الولايات المتحدة الاكتفاء بالتعامل مع القضايا الكبرى للحرب والسلام وفي صحيفة وحدات التركية عزائي المشاهدين نقرأ مقالا لأحمد ترك بعنوان الخطة بي الأمريكية في سوريا وروسيا حيث أثار إقدام حزب الاتحال الديمقراطي على إعلان الفيدرالية اعتراضات وتحذيرات شديدة صدرت عن القوى الفاعلة في سوريا مثل روسيا وإيران وتركيا والنظام السوري والولايات المتحدة الأمريكية وجاء الإعلان عشية إعلان القيادة الروسية بدء انسحابها من سوريا الأمر الذي أعاد إلى الأذان سؤال ما هي الخطة بي في سوريا ويوضح الكاتب بأن الخطة بي في سوريا هي خطة التقسيم منوها إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا التي أبدتا تحذيرا من الانقسام الذي تعد خطوة حزب الاتحال الديمقراطي أولى خطواته تدعمان هذه الخطوة دونا عن القوى الأخرى الفاعلة في سوريا تلك القوى التي ترفض وبشدة أي خطوة تمهد لتقسيم سوريا وشدد ترك على ضرورة الرجوع بعتبات التاريخ إلى قبل شهر أو شهرين حيث ردد وزير الخارجية الأمريكي جون كيري تصريحاته المتعلقة بالخطة بي التقسيمية أكثر من مرة وإن كان هناك اعتراض جاد من قبل الولايات المتحدة وروسيا على إقامة دولة كردية فدرالية مستقلة من قبل حزب الاتحال الديمقراطي لأحبطت تحركاته منذ اللحظة الأولى التي اتجه فيها نحو توسيع الرقعة الجغرافية التي يسيطر عليها وفي صحيفة صباح التركية أيضا أعزائي المشاهدين نطالع مقالا لمحمود أوفور بعنوان الأخوة بين تنظيم داعش وحزب العمال الكردستاني قال فيه الكاتب نعيش في هذه الأوقات لحظات غريبة وعجيبة في التاريخ الإنساني يحار فيه الحليم عندما يرى التحالفات بأشكال وألوان مختلفة تربط بين دول ومنظمات ومؤسسات من موازين وأطياف متعددة فلم نعد نعجب من تحالف عدو الأمس ليصبح صديق اليوم فنرى مثلا الولايات المتحدة الأمريكية الديمقراطية تغض النظر عن الأسد الذي تجاوز الخطوط الحمر واستخدم الأسلحة الكيموية واستمر العمل الأمريكي حتى باتت اليوم تحميه وتدافع عنه تتأثر الأوساط الأكاديمية من تبعات هذه التحالفات السياسية القذرة بشكل واضح كما حدث إثر تفجير أنقرة الأول خلال الشهور القليلة الماضية فبعد التفجير الذي استهدف تجمعا لليساريين خرج صلاح الدين دمرطاش وقال مقولته الشهيرة نحن نعرف القتلة ثم توترت هذه المقولة حتى تلقفها اليساريون من كل حب وصوب وجعلوها شعارا لهم في مسيراتهم وتجمعتهم فخرجوا إلى الشوارع والسهات وهم يهتفون الدولة القاتلة نحن نعرف القتلة لن نسامحكم لن ننسى ما فعلتم في هذا يقول البروفيسور خليل بيكتاي في مقالة له متسائلا لماذا لم نرى طلبتنا الأحبة ومعلمين الأفاضل وهم يخرجون في مظاهرات تندد بتفجيرات أنقرة الثانية والثالثة كما خرجوا في التفجيرات الأولى الحقيقة هنا أن كل من داعش وحزب العمال الكردستاني هم عبارة عن أدوات يتم استخدامها من قبل القوى العالمية كما تم استخدام السيسي من قبل بعد قبوله فالعداوة التي قد نظنها بين الطرفين هي في الحقيقة عداوة غير موجودة لأن كلا الطرفين يتنافسون في كسب الولاء للأسد والقوى العالمية فمن كوباني وحتى السروج رأينا وبيضوح كيف كان حزب العمال الكردستاني هو الوحيد المستفيد مما يفعله تنظيم داعش كما ورأينا كيف تدخل الداعش لتخرج حزب العمال الكردستاني من مأزق التفجيرات في أنقرة بتفجيرات أخرى مشابهة لها لتعطي استراحة ونفس بسيط حزب العمال الكردستاني وحزب كردستان الموحدة وفي صحيفة القدس العربي أعزائي المشاهدين نقرأ مقالا لمحمد جريشان بعنوان أربع ملاحظات في مباحثات جينيف أشار فيه الكاتب إلى الجولة الأخيرة من محادثات جينيف حول سوريا لم تكن كسابقاتها لتوفر أربعة عناصر أساسية أولا حزم أكبر من المبروث الأممي ستيفان ديمستورا حيث تخلى تدريجيا وبتوئدة مدروسة عن لهجته المائعة وأصبح أكثر جرأة في الإشادة بما يراه من هذا وانتقاد ما يراه من ذاك أما ثانيا فهو تأثير أكبر لروسيا في ترجيح الحل السياسي ونفوذها على وفد النظام لدفعه نحو ذلك فقد تجلى ذلك منذ اليوم الأول لانطلاق المباحثات حيث رمت موسكو بقنبلتها المتمثلة في بدء سحب قواتها من سوريا أما ثالثا فهو توفيق أكبر من وفد المعارضة في أدائه التفاوضي والإعلامي فقد استحق هذا الوفد أن ينوي هاديمستورا بجديته أما رابعا وأخيرا ارتباك أكبر من وفد النظام وعجزه عن التجديد في أدائه هذه الملاحظات الأربع إذا ما تكرست في الجولتين المقبلتين فقد تساهم في التسريع في التوصل إلى خارطة طريق للحل السياسي ربما بأسرع مما هو متوقع لأنه مع كل موعد يتضح أكثر من يقف في وجه هذا الحل المأمول ليس في وجه شعبه الذي عانى الويلات بل في وجه العالم كله بما فيه من وقف معه لمنع سقوط نظامه المتهالك ونختم الحلقة هذه أعزائي المشاهدين من موقع كلنا شركاء ومقال لآلاء رجوب حيث أشارت فيه الكاتبة إلى أنه في القرارات الكبيرة من مثل قرار سحب الجزء الأكبر من القوات الروسية هناك دائما أسباب مباشرة وأسباب غير مباشرة وعوامل قديمة تتراكم وعوامل حديثة تستسرع باتخاذ القرار ومن بين تلك العوامل انخفاض أسعار النفط بشكل كبير جدا مما أدى لأن يقوم الرئيس الروسي الأسبوع الماضي ولأول مرة منذ عام 2000 بتخفيض موازنة وزارة الدفاع وثانيا موافقة الرئيس أوباما الشهر الفائت على نشر فرقة مقاتلة حديثة ضمن قوة الناتو وذلك بدول البلطيق وأوروبا الشرقية على حدود روسيا وموافقة البنتاجون على تطوير أسلحة تكتيكية نووية حرارية جوية وبرية وبحرية لتضاف للترسان الأمريكية التي تستهدف روسيا مما يتطلب موازنة هائلة من روسيا لموازنة تلك الأسلحة وهو ما لا تملكه بالظروف الحالية أما ثالثا فهو تكلفة القوات الروسية بسوريا حوالي ثلاثة ملايين دولار يوميا ورغم صغر المبلغ لكنه يصعب المحافظة عليه ضمن أولوية أعلى وهي نفقات الجيش الكبير في روسيا والمحافظة على التوازن مع الناتو على حدودها أما رابعا فهو إنجاز ما سعت له موسكو من عقود حصرية لكامل إنتاج النفط والغاز المؤمل سواء داخل سوريا أو على المناطق الشاطئية حيث تم توقيع العقود مع شركات روسية وتصديقها من قبل بشار الأسد شخصيا اكتشاف اتفاق سري من قبل روسيا بين النظام السوري والإيراني على خطة حل سياسي شاملة بعيدا عن مسار جينيف بشكل كامل وبدون معرفة الأمم المتحدة والرعيين الأمريكي والروسي وتتضمن الخطة إجراء انتخابات سورية لمجلس الشعب وتنجيح عديد من المعارضة الداخلية صنيعة النظام وتقديم عروض للمعارضة الخارجية للمشاركة بحكومة وحدة وطنية التي تمهد لمصلاحات كبيرة وتخفيف الاحتقانات والبدء بإعادة الإعمار وانسحاب الميليشيات الأجنبية وإجراء انتخابات حرة لرئاسة الجمهورية وإرسال تطمينات لإسرائيل بأن الجيش العلماني بقيادة بشار الأسد هو من سيحمي حدود إسرائيل كالسابق عند اكتمال تلك المعلومات وتوفرها على طاولة صناع القرار الروس تم توجيه وزير الدفاع الروسي بإعداد الانسحاب وتبلغت جنرال سيرجي في مطار حميميم ذلك صباح يوم الجمعة الفائت من وزارة الدفاع لذلك قام برفض إرسال طائرة لدمشق لجلب وفد من المعارضة المفبركة للمطار بعد أن طلب منه فيصل المقداد إجراء لقاء معهم أسوة بما فعله يوم الاثنين الذي سبقه بهذا المقال عزائي المشاهدين تنتهي الحلقة لهذا اليوم على أمل اللقاء بكم دوما كنوا بخير ترجمة نانسي قنقر